حيث اتصل رئيس روسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد هاتفيا لتبدل الأراء حول الاتفاق الذي تم توصل إليه بين روسيا والولايات المتحدة بنشان وقف الأطراف المتصارعة للأعمال العدائية وقال الأسد إن الحكومة السورية مستعدة لوقف إطلاق النار وفقا لما ورد من موقع الكريملين الإلكتروني أعرب بشار خلال اتصال هاتفي أن دفع تحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في سوريا خطوة هامة في عملية التسوية السياسية للأزمة السورية مؤكدا من جديد على أن الحكومة السورية مستعدة لدفع تنفيذ وقف إطلاق النار في الوقت نفسه أكد بوتين وبشار عزمهما على الاستمرار في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي حددها مجلس الأمن للأمم المتحدة بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية وفي الثاني والعشرين من هذا الشهر تم التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة حول وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في سوريا ومن المخطط أن يبدأ وقف إطلاق النار من السابع والعشرين من هذا الشهر وأصدرت وزارة الخارجية السورية يوم الثلاثاء بيانا أعلنت فيه أن الحكومة السورية قبلت هذا الاتفاق في الوقت الحاضر تأسس مركز التنصيق لوقف إطلاق النار في القاعدة الجوية الروسية في سوريا وبدأ تشغيله بالإضافة إلى ذلك اتصل بوتين يوم الأربعاء بزعماء دول الشرق الأوسط التي تضم السعودية وإيران وإسرائيل هاتفيا لتبادل وجهات النظر حول وقف إطلاق النار في سوريا